النهاردة انا جاي اقولك كلمتين تسمعهم بقى ما تسمعهمش انت حق اي كلمة بتقابلك في حياتك اليومية وليها علاقة بالانجلش لازم تعرف تنطقها صح بالذات لو انت لسه بتتعلم انجلش في الهو اعرف النطق الصح وقوله نفذه اعمله ما تكسفش من حد ملكش دعوب اللي حواليك محدش بيحبلك الخير وحيبقى بينتقدك وانت بتعمل الصح لانه عاوز يرجعك لورا شايف فشله فيك عاوزك تبقى زيه ومن اكتر الكلمات اللي بنشوفها بالانجلش يمكن بشكل يومي وعنينا دايما بتشوفها وعاوزة تنطقها صح هي الكلمات اللي هي علاقة بالانترنت والكلمات اللي هي علاقة بالسوشال ميديا مثلا زي الفيسبوك عشان كده حبيت النهاردة الملك اكتر كلمات ليها علاقة بالانترنت والسوشال ميديا احنا بننطقها غلط ولازم تتضرب انك تنطقها صح لانها تغير لك لسانك ونطقك 180 درجة لانك بتشوفها وبنطقها بشكل يومي اعرف الصح وما تخافش انك تقوله يلا بنا اول كلمة معانا هي كلمة فيسبوك احنا كتير بينطقوها فيسبوك لان احنا بننطق كلمة بوك غلط اللي هو كتاب هو بوك اي اتنين قوة في الانجلش بنطق فيسبوك مش فيسبوك الكلمة اللي بعد كده هي كلمة ماسنجر ماسنجر خد بالك ان الماسنجر بعيد عن جول فيسبوك معناها رسول الرسول ماسنجر ماسنجر فيه طبعا حاجة ان اسمها مازنجر فيه ناس بانطقوها النقط ده مازنجر ده جيلي طبعا عارفين انها كانت شخصية كارتونية مازنجر و افروديت احمد انت تعرف افروديت اه انا كانت بتطلع سواريخ منين بيتك اعملتيت في الحاجات دي ايو افروديت انا عارف كانت بتطلع سواريخ منين معنا كمان كلمة بوست طبعا احنا بنقولها بوست فدي بعيدة خالص هي بالامريكان انجلش بتقال بوست بتحاول كده تخلي بوقك مدور بوست وفي البريدش بنقولها بوست بيبقى بوقك مدور برضو بس صرفايا شوية لكن مفيش بوست هي اما بوست او اما باوست اللي بعدة كده مش هنوقف عن ده كتير وهي كومنت قولنا مليون مرة مفيش عقل يسمها كومنت لاني مفيش شدة فالانجلش هي اسمها كومنت تعليق سربلي تعليق حلوة كده وجميل الكلمة اللي بعدة كده موجودة برضو في الفيسبوك كلمة دي ما اسماش انجلش اسمها الحف اموشنات والتعبيرات والحاجات دي بالانجليش اسمها لها اسمين يعني متقول اماطيكون او ايموجي ايموجي يبقى اماطيكون او ايموجي الكلمة اللي بعد كده كلمة بلاك بالزات فل انما لو قلت لي عاملك ولا مش عارف بنقولها زي عامل لي وخلص مش محتاجة اتكلم معاك اصلا الوكاي فاسمها بلاك الكلمة اللي بعد كده اللي هي ديت ما اسمهاش ايفنت زي ما بسمع ناس كتير حتى ناس الانجليش فتاهم عقول بيقولوا ايفنت اسمها ايفانت ايفانت عندنا ايفنت في المعادي عندنا ايفنت في اسكندرية لا يا ماما اسمها ايفانت ايفانت البنات اللي بتنتقشات على راسي من فوقه والله بس بالانجليش احنا اتفقنا من اول فيديو عوزين ان انت الانجليش صح عشان نزبط المعضلة بتاعته النوطق بتاعتنا بالانجليش اسمه chat لانه c-h-f-t فتقولي ماما اسم لي cares Потому papis بعمل شايت مع صحبه لان ايفانت geçابات يا فوى انت خبذهم ايه وعمل شايت مع صاحبه لك باحد المعط belle اسمها مش عابلين لو فهمتك الاعلانات الموقلة الناس اللي معها فلوس اناس الحلوة قادمة يسموهوش مثلا سبونسور باس لازم تبقى راجل المتعلم برضو اسمها بالانجليش �obass Rashid ويجبك مليان ودنيا جميلة السوركة الاعلانات بتقول لهم الملينة ما نعاوز اعمل ايه؟ سبونسر سبونسر مش عامل سبونسر سبونسر من الكلمات برضو اللي بنقولها كتير وليه علاقة بالانترنت مش بس الفيسبوك كلمة كلمة سر اوكي؟ بالانجليش طبعا بنسمع حاجات كتير اللي هي بصورد باسورد مش عارف ايه هي نطقها في الامريكان انجليش باسورد وفي البريتش حتى باس باسورد حاجة كده المهم انها مش باسورد او بازورد زي بنقول هي باسورد 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 فعادي ما تتكسفش والله انك تخش في الكافيه وتقوله كده انا بعمل كده لان دي الطريقة الوحيدة اللي تزبط بها نطقك ولو هو مافهمكش دي غلطته باسورد باسورد ممكن بعرضنا في الباسورد بتاع واي فاي لما بحد بيبعث لك طلب صداقة اسمه بالانجليش فران ريكوست الدي ما تتكش عليها وقولنا قبل كده في حلقات تانية لو الان جاي بعدها فران ريكوست فما تقولش فران ريكوست فران ريكوست فران ريكوست انت لما بتنسخ حاجة من على الكمبيوتر وتحب تحطها في مكان تاني اسمها كابي كابي لما بتحب بقى تلزاقها في مكان تاني مش مهاش بسط بسط ومقام ده شغل في الرياضة ملناش دعوه بيه اسمها بيست يبقى كابي كابي بيست كابي بيست خلصانة لما حد يسألك ويقولك انت بترفع انت شغلتك ايه فتقوله انا برفع محتوى على النيت على اليوتيوب على الفيسبوك سواء كان محتوى هادف او مش هادف بلاش تتنطط عليه وتقوله انا شغال او انا بلاجرز برفع حاجات مكتوبة يعني لان انت واحد سيادتك مش جمع بلاجرز دي جمع قوله انا شغال بلاجر او انا شغال بلاجر عشان انت فاهمت بتتنطط صح ما تقولوش بلاجرز وي بلاجرز بلاجر بلاجر يعني بيرفع محتوى فيديوهات وبلاجر يعني بيرفع بيرفع محتوى كتابي بعد كده عندنا كلمة بحث باللغة الانجليزية اسمها مش سيرش اوكي لسي اتش بتتنطق هنا برضو فيها تش فنقول سيرش ودنو ما بوقع شوية عشان بتبقى مضمومة شوية سيرش سيرش انا هعمل سيرش مسيرش سيرش كلمة تانية شائعة جدا في النوت وهي انا لسه رفع حالة اللي هي بالانجليز بتقولو عليها انتقى كده احمد الحسن مش عالف انتقى غلط والله ستيتوس ستيتوس طيب هي بالانجليز ليه انطقين بصراحة في واحد ستيتوس ستيتوس وفي واحد تاني ستيتوس تس مش تس ستيتوس ستيتوس اوكي يبقى ستيتوس او ستيتوس لكن مش ستيتوس تاني يا احمد كده معلش ستيتوس ستيتوس اوكي ده ده بلح بالجنزبين مش عارف ايه بالزبط لو الفيديو عجبك وزبطت نفسك بشوات كلمات وموتوا صح لاني هعمل لك جزء تاني في كلمات اكتر احنا بننطقها غلط ليه علاقة بالانترنت واليوتيوب والفيسبوك وهكذا شير في الخير منتش خسران حاجة وي خلين نشوفكم على خير